اشتركوا في القناة هي بداية انا الموهبة كانت عندي من صغري بس يمكن انا يعني ما نمتهاش الا في الكلية و بالاخصة في مصرح الجامعة ابتديت اول حاجة اغنية وطنية انا كلية اداف جامعة عين شمس ابتديت كانوا عايزين كانوا عامين حفلة وطنية وكده وانضميت مع الاصوات وغنيت فعلا اغنية وطنية وكده دي اول مرة اقف فيها على مصرح وغنيت والموضوع عجبني بصراحة ومن هنا بقى الموضوع بقى ابتدى يعني ياخد بقى شكل حلو قوي يعني بالتدك بعد ما اتخركت من الكلية روحت الابرة در الابرة مصرية بصراحة هناك بقى تعلمت بجد يعني ايه غنى يعني ايه ان انا احفظ ادوار وموشحات كنت انضميت لفرقة الموسيقى العربية للتراس طبعا بعتبره بابايا التاني المايستروفر والبابلي ربنا اخليه هو بصراحة هو يعني يعني ممكن يكون راهن علي لان انا دخلت الفرقة وكنت صغيرة جدا يعتبر اصغر الموجودين بس اتديت فعلا احفظ معيه اتديت اطلع اقول صلوهات رغم ان انا كنت لسه يعني كنت لسه مشتركة في الفرقة من بقى ليش بس حالو ايمان استاذك بيك ده شيء بيبقى رائع وبيبقى دافع قوي جدا ليك اه بصراحة هو فعلا هو ده اللي دعمي يمكن هو ده اللي اواني وخلاني يعني اه اتدي بقى يعني دخلت كده بجدية يعني في الموضوع اه في الدنيا مهة تحبت اسمعي ايه على طول كده اه انت تحبت اسمعي انا هتسألها بس عايزة اسمع صوتها لان قبل ما نبتدي مع سمر كنت سمعها بالدندن والحقيقة صوتها جميل فانا يعني عايزة اسمع حاجة بس مهة الاول تختاره وبعد كده انا اللي اختار اه طبعا اه طبعا اه طبعا اختاري ايه يا سمر انت يقولي صوتك بيروح لي مين اكتر اه انا انا بحب بصراحة نجات نجات حتى بداية مين ما يحبش نجات مع الفرقة كانت بردو نجات طب يلا نسمع نجات ايه اوكي يا حبيد اوكي يا حبيد عيون الال سهرانا سهرانا انما بتنامشي لنا صاحية ولا نايمة ما بقدرشي يبات الليل يبات صهران على رمشي ودا رمشي مدى النوم وهو عيون تسبانه ادا رمشي مدى النوم وهو عيون تسبانه وروح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوح يا نوح اخت وحيدة لا اختين واخوة وانت الوحيدة لا انا الوحيدة أنا لوحيدة ومين كانوا يروني أنه كان جدي بيحبي هذا فعود فممكن يكون كانوا بيشجعوكي ولو كانوا شايفين أنه ده أنت بالضراعي وقتك أنت لازم تهتمي بحياتك وتتجوزي وتخلي فيه وسيبك بقى من الكلام ده لا خالص وما بصراحة بتدوا يشجعوني بصراحة في الكلية يعني كانوا عايزين يعدوا مرحلة السنوية العامة دي على خير وفي الكلية لما جيت اشتركت يعني في المسرح الكلية هناك يعني انبسطوا جدا من الموضوع ده ودعموني وحضرولي كتير من الحفلات طيب جميل لما الأسرة برضو بتدعم أبناء أهل اللي عندهم أنا وهب دي حاجة برضو لطيفة جدا بجد طيب اشتراكك إزاي جاي في أرب آيدر بصي بصراحة أنا كنت خايفة جدا من الموضوع لأن أنا ودايما حتى كل المطربين بيبقوا خايفين من حتة أنا طلعت خلاص في الأوبرا وغنيت فدلوقتي أنا المسابقة دي هل حت يعني هل حتخليني فعلا مشهورة قدام الناس أكتر هل حتبرز موهبتي أكتر أنت عايزاها أنها كانت تقدمك للناس بصورة أكبر وأسرع طبعا بلا شك بصورة أكبر بالضبط من نطاق الأوبرا فكنت خايفة جدا ومرعوبة خايفة أو أنت بتغني في الأوبرا؟ هقولك أنا بغني في الأوبرا للجمهور إنما لما تغني وتحسي أني ده انتحان أو فيه مسابقة آه فيه لجنة تحكمة القايم بالضبط فيمكن ده اللي خلاني خايف بس بعد كده قلت لنفسي لا خلاص دايما تيجي تيجي وروحت فعلا قدم أنت اللي قدمت لنفسي قدمت آه قدمت لنفسي بس أهلي يعني شكاوني ذكرياتك باعا عرب أيضا حكينا كده مواقف اللي كانت مرعيبة المواقف اللي كانت لطيفة طريفة آه والله أكيد حسن كان بيشجعك آه بصراحة هو بيحب يشجع كل المواهب أكتر حد لا أكتر حد يعني قال لي ما تقلقيش يعني هو عامل بمواهبتي كمان المطريب أحمد فاني كان برضو بيشجعني بصي بمكلوم قالوا كلام حلو عني بس هي المشكلة أن أنا لما جد قدمت في السنة في سيزون داي كان فيه مطلوبين كتير مصريين كمية كبيرة فطبعا يعني يمشوا أصوات كتير قوي عشان يقدروا يعني يخدوا عدد معي يعني للأعداد طبعا علشان المسابقة فكرة المسابقة ما هي فكرة المسابقة بالضبط وأن هي يعني كلها على مستوى العالم العربي مش بس في مصر فعلا كانوا في مصر كتير قوي صحابي وفي ناس من الأبرة طب حتسمعينا إيه تاني أنت نجاة سمعتين لها أغنية جميلة حتسمعينا إيه بقى والمين؟ قولي ممكن أقول جزء من يا صباح الخير مقرسوم يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا الكران غنوا صحانا وصحان يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا القرى وانغنوا وصحانا والشمس هي طلع وضحاها والطره هي سرحة في سماء يلا معانا يلا معانا يلا معانا يا صباح الخير يا اللي معانا يلا معانا الله أكيد حد قال لك أن صوتك شبه صوت الفنانة المطربة اللطيفة أكيد عندك طبقة كده زيها؟ ممكن شوية قصتي بيروح لها مش كده؟ أنا حاسيها بحة حلو قوي وصنع عندي برد بس في العين كده كمان عندك برد شوية لو ما كنتيش مطربة كان ممكن تشتغلي بالليسانس بتاعك ولا برضو كنتي هتسعي أن أنت تبقي مطربة؟ لا كنت حاسعة بصراحة برضو أن أنا كنت مطربة لأن الموضوع أنا كانت في دماغي من زمان وكانت هوتي كنت بحس أن أنا لقي نفسي فيها حتى لو ما كانش ده في مجال شغلي فبالنسبالي يعني أنا بمارس هوتي فأنا فرحانة بتخليني في موت حاله طب مين أكتر مطرب راجل بتحبي صوته؟ من الجداد مش هقولك من القديم طبعاً يعني هقولك من الجديد من الجديد؟ مش لازم مصر يعني ممكن مش لازم مطرب مصر لا هو مطرب كل الأجيال طبعاً الهضبة عمر ديب عمر ديب؟ حافظه له أي حاجة؟ يعني ممكن تغني له حاجة؟ ممكن آه أول مرة دايماً بيجي لنا المطرب يبقى شاب ونقوله بتغني لست أنا حاسمع منك أنت بقى ست بتغني الروق أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف يوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك ولا عارف يوم أنسى ولا عايز حبيب بعدك مش عايزة بصراحة جميل يعني لو فيه احتمالية أن أنت تعملي دويتو مع حد تتمنى أنك تعمليه مع الفانيان عمر ديب؟ ياريد ياريد طبعاً ومين تاني غير عمر ديب؟ حلم عملي ممكن طبعاً محمد حمائي محمد حمائي جميل فيه ناس على فكرة كتير برضو أنا مش عايزة أنسى حد بس أنا يعني يعني فيه ناس أنا بحب طبعاً صوتهم جداً وبحس إن أنا ممكن يعني تعملي حاجة معاً ممكن يعني يوه قولي لي أعايزة أعرف يا تمر أنت شايفة بكرة إزاي؟ ليك كمطربة؟ يعني بتخططي البكرة إزاي؟ والله يعني أنا بحاول طبعاً أنا بسعف في كل يعني إن أنا أطور شوية من نفسي إن أنا ما بقاش يعني حتى أنا بغاني طبعاً غنى القديم وكده وحافظ حاجات قديمة كتير بسبب إن أنا كنت في القبرة بحاول أسمع جديد بحفظ جديد بحفظ غربي بتفكري تعملي نفسك آلبوم أو سنجل حتى بس بفكر شوية قدام إن أنا ممكن أعمل سنجل يعني ممكن أن تجو أنا بنفسك تبتدي بقى تقدمي نفسك بي للجمهور كده بالضبط طيب ممكن نسمع منك أنا قلبي إيديك ميال ومفيش غيرك على البال عيني دي أنت وبس اللي حبيب وبحبك قد عناي أنا قلبي إيديك ميال ومفيش غيرك على البال أنا قلبي إيديك ميال ومفيش غيرك على البال أنت وبس اللي حبيبي أنت وبس اللي حبيبي أنا قلبي إيديك مهما يقول الأوزال طيب مكنا اللي حبيبي إيديك ميال وبحبك قد عناي حتى كتار منها شوي تير قال وبحبك قد عناي تير قال حتى اكتر منها شوية واسألها انت وحلفها انا طول حتقول لك هي اسألها انت وحلفها انا طول حتقول لك هي انت و بس اللي حبيبي انت و بس اللي حبيبي مهما يقولوا العزاء كنت بتقولي بتغني غربي؟ كنت بحفظ غربي على فكرة بالمناسبة نقل بيليك ميال كانت الاغنية اللي كانت في تجارب الاداء في عرب عايدة هي دي اللي خلتني اخد فورياس ودخلتني البرنامج لكن لسه ما عملتيش حاجة غربية لأ ما عملتش لأ ده انا لسه يعني انا لسه بحثة بغربي لسه بتحفظي؟ تحبوا تسمعوا ايه؟ انت تحبوا تسمعين ايه؟ طب من القديم او من الجديد؟ قريدي القديم انا حفظه وعدين الجديد ممكن يبقى حاجة برضو غريبة شوية طب سمعين حاجة شعبي كده جديدة انت اللي اختاري عشان شعبي مش مهرجانات مش كده يعني يعني ممكن احنا تشيبة يا السلام عليك يا السلام انا بحب صوته جدا بصراحة انا بحب الليسي و انا بحب شيبة كلها سوكي الليل ورش ما بي نمشي ما بالك بامي اللي عليك ملعونا ابوك يا فقر يا حوكني للانداز زلت عزيز النفس عشان عديم المال ملعونا ابوك يا عوزة زلت السؤال التال آآو لو لعبت يا زر وتبدلت الحوال واركبت يا أول موجة في سكة الاموال هروح لا اول وحد احتجت له في سؤال كسر بخطر ساعته ودواني دقت الحال لعمل معاه الصحة أنا واسنده لو ما وقف جنبه في المحل وأكون أكون طويل البال ألا ولعت يا زب وتبدلت لحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لاروح لأول واحد أحتجت له في سؤال كسر بخطر ساعته ودواني دقت الحال لعمل معاه الصحة أنا واسنده لو ما وقف جنبه في المحل وأكون أكون طويل البال ألا ولعب يا ذا برافو يا صور حيلة إذا أقولك إن دي أكتر أهنية ماها بتحبها بحبها جدا بكلامها بجد كمان حلو قوي شكلها وشكلها قوي باين عليك يعنيك بتلمع وانت بتغنيها وكل ناس بتحبها يمكن علشان موضوع يعني يقالى ولعبت يا زرق لا هي يا فاق بصي هي جاية على جروح ناس كتير قوي جدا قوي اللي صادفه أندال واللما معهمش فلوس واتطروا منهم يعملوا مشا فعارف عملة تمس في أوطار كده بس هي غيرتلي كمودك خالص أه الحمد لله طيب كويس سمر قولي دي بتفكري لما تبتدي تعملي أغاني لنفسك تعملي أغاني اللي توصلك أكتر للناس ولا تعملي الصح ساعات أنت عارفة التنازلات ساعات بتبقى كتير في مستوى الأغنية في مستوى الكلمة يعني أو كده فهل أنت ساعات بتبقى يعني بقى حشان نوصل بقى بسرعة والناس تعرفني وبعد كده بقى قدمك كويس وده ما بيحصلش اللي بينزل خلالش ما بيطلع عشيتين لا بصراحة أنا أحب أن أنا أعمل الصح تعملي الصح يعني أنا فيه ناس فعلا عرضت علي أن أنا أغاني شعبي أول حاجة فبس أنا أحسيت أنه أنا ممكن أغاني أغنية شعبي كده بس مش هو ده ستايلي خالص بالغنى لا أنا أحب أن أنا يعني يعني هتدرسي الأغنية اللي هتطلعي بيها كلمات صحة ورقية ومحترمة ولحن جميل نرجح بقى العارفة إزاي مش حايزة أقل زمان يعني فيه تلوقتي حاجات حلوة بس قصدي الانتقاء ده مهم جدا مش مهم إيه اللي يعرفني بسرعة البومينج ده سهلة قوي أنه هو يحسن بالضبط وبعدين بيختفي على طول بالضبط زي ما بيطلع زي ما بينزل بنفس السرعة بالضبط هبنختم معاكي بس إحنا عايزينك إنتي تختمي الفقرة هنرجع طبعا مع حضراتكو تاني بس هنرجع مع قوشي وميزو والمبخ بس نسمعك إنتي في أغنية تطلعي بلنا بيها الفاصل اختاري لنا بقى حاجة تختمي بيها ممكن نقول وردة يا سلام عليكي الله إيه أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك أكدب عليك لو قلت بحيبك لسه أكدب عليك واجدب عليك لو قلت نسيتك همسا أكدب عليك أمالنا إيه قل إنتنا إيه اختاري بر ونرسع عليك أمالنا إيه قل إنتنا إيه اختاري بر ونرسع عليك نرسع عليك إنت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي قل يا 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 حبيبي اشتركوا في القناة